اشتركوا في القناة المواطنين الجزائريين خاصة وان هذا الاخير ومنذ تولي حقبة وزارة التجارة والجزائر من السيئ الى الاسوأ في هذا القطاع وخاصة الغلاء الفحش لاسعار بعض المنتجات والتي قفزت اسعارها الى اضعاف مضاعف من سعرها الحقيقية بالاضافة الى ازمة الزيت والحليب وغلاء الخضر والفوكه وغيرها من المواد الاساسية والتي يحتاجها المواطن الجزائري ورغم الانتقادات التي تعرض هذا الوزير من قبل المواطنين ونواب البرلمان الى انه ما زل متمسكا بالمنصب ورفض الاستقال فوجب على سلطات العلية في البلاد قالته وتعين من هو الاشدر والانسب لتولي هذه الحقيبة الوزارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة